السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا بكم في فيديو جديد هنتكلم النهاردة عن الموضوع اللي شاغل المصريين وهنقول شوية حقيق في الموضوع دوت وتفاصيل صغنانة كده في الحدوتة بتاعت الجنسية المصرية هيتم منح الجنسية المصرية او تم تسعير الجنسية المصرية بعشر تلاف دولار عدا ونقدا طبعا السيسي قرر ان هو يبيع الجنسية المصرية لاي حد لاي حد طبعا ما في الشروط هيبيع له الجنسية المصرية اهم حاجة يكون معاه لعشر تلاف دولار الناس كتير طبعا بتتسائل ان عشر تلاف دولار دي ارقام زهيدة جدا على اي جنسية لأي دولة يعني حتى لو دولة من الدول النامية التانية الدولة الفقيرة اقتصاديا الدولة اللي قال مننا عراقة وتاريخا وحتى اقتصادا عمر الجنسية بتاعتها ما بتتباع بالسهولة دي او بالرخص ده لكن هو بس سؤال للناس اللي مستغربة او من الموضوع ده على فكرة جماعة ده وضع طبيعينا شايف ان السالة ده مناسب جدا جدا للجنسية المصرية لان دلوقتي السيسي في عهد السيسي المصري مفيش ارخص منه الدم المصري دمه وعرضه وماله وارضه وشغله كل حاجة دلوقتي بقى ترخيصة ومستبحة في مصر فاعتقد ان عشر تلاف ده بالنسبة لاي مصري رقم زهيد جدا او بالنسبة لاي مصري هيتجنس يعني لان زي ما قلنا المصري دلوقتي بقى ارخص حاجة في البلد في بلدنا هو البناء ده والمصري تحديده بس انا كنت حب اضيف للسيسي كان المفروض هو يبدأ ينوع المصادره يعني في المفروض العشر تلاف دولار ده للمواطن العادي اللي هو بينداز تحت الرجلين ممكن اعتقد ممكن يزود بعد كده يعمل اوبشن تاني او عروض تانية او فئات تانية مثلا فئة العشرين الف دولار اللي هو يبقى مواطن معرض عارفينه طبعا او مواطن متبابلاتي مثلا ممكن يدفع خمسين الف دولار يبقى مواطن متبابلاتي او بقى يدفع ميت الف دولار ويبقى مواطن ام مميز مواطن بقى متوظف في الجيش في الشرطة في الاعلام في القضاء في اي حاجة من ايه من المنافع الكبيرة الناس اللي لايه ايه بتلمي من فتفيت السيسي ماذا لو جايلك مثلا ام ا喜歡 الميت اسرائيلي او او ميت اسرائيلي خدوا الجنسية كيشوا العشر تلاف دولار لكل واحد فيهم وهب قاموا راحين في سيناء اشتروا ارض كمصريين بقى مش اجانب يعني القانون اصلا بتاع الاجانب اللي هو تملك الاراضي الصحراوية للاجانب هم الناس دي هتبقوا مصريين تماما فقاموا اشتروا سيناء مثلا وانت عارفين طبعا الفلوس عندهم ايه بالرز بالزوفة فجوهم اشتروا سيناء هم كمصريين وقاموا جايبين اهليهم بقى اهليهم واهلي اهليهم واقعدوا في سيناء ايه اللي هيبقى الوضع يا معلم احنا هنعمل ايه ساعة حد يقول لنا من الحكومة او حد من حكومة السيسي يرد علينا هيبقى ايه الوضع يا ساعة فطبعا الناس ما تزعلش وما تستغربش يا جماعة انا شايف ان السعر ده مناسب جدا 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 على الجنسية المصريية لان زي ما قلنا المصري ما فيش هرخص منه دلوقتي في عهد السيسي سلام